أستاذ عمر وعايزة أعرف عن مشروعك تحكي لي أكتر تريته إمتى عدد الموظفين في الفكرة كانت فكرة مين تحكي لي أكتر إزاي يعني قدرت أن أنت تدخل السوق مساء الخير الأول وتسمحي لي أقول أننا شركة أوبي أم للخدمات التعليمية نحن نشتغل بقى عشر سنين كن نشتغل على هيئة مبادرة في البداية والمبادرة دي تحولت إلى فريق عمل فريق العمل تحول أن نعمل ده كشركة المبادرة كانت بتقوم أن هي بتعمل مجرد مؤتمر لإرشاد طلاب المرحلة مقابل الجامعية لدخول الجامعات الأورنس كامبينز اللي بتبقى المتعارف عليها مرة واحدة بدأ الطالب يحس أن الطالب لا يقدر يدفع علشان يحضر حاجة زي كده عايزة يستفيد بقى في نيد موجودة فقلنا هنعمل أوبي أم إيديوكيشن علشان أوبي أم هي بتقدم إيه للنس شايفة أنها محتلية بتقدم للطلبة المحتوى والنصائح والجلسات التعريفية والمؤتمرات اللي يقدر الطالب من خلال النواية يستكشف ماذا بعد سنة والعام من خلال دخول الجامعة من خلال أنه هو يعرف سوء العمل عامل إيه وتأهيله لده نهاردة الطلاب مثلا بيبقى طالب عايز يدخل لكلية الطب على سبيل المثال فهو محتاج إيه الكواليفيكيشنز وأنا لسه في المدرسة علشان أوصل لده إيه الحاجات المفروضة على ريتس بتاعت فيها السكيلز بنعمل ده عن طريق حاليا عندنا موبايل أب اسمه طالب أب طالب أب ده بيقدم للطلاب كل حاجة مش بس التعليم إنه هو جايدنس هاب ده فيه منه جزئين الكارير إنه هو يعرف كل حاجة عن الكارير بنعمله بروفيشنال أساسمنت الطالب بيدخل يقول بيرد على الأجواب المعينة بنطلع له إيه الطرق اللي بعد كده في ريبورت كامل إيه الطرق اللي بعد كده مفروض الاندستوريز اللي انت مفروض تدخل عليه مثلا الانترست بتاعتك موديك الفاين آرت اللي هو فنون جميلة فنون تطبيقية عمارة الكلام ده كله وبنبدأ مع الطالب واحدة واحدة عن طريق الـ content television الموجودة سواء بقى الـ podcast أو طالب watch the air courses بتوصلوا للطلبة إزاي؟ إنه يمكن أعتقد أنه من أول الحاجات اللي بتقابلكه هو التسويق صحيح وده أفدنا فيه الخبرة بقى القبل كده كمبادر كنا زمان وإحنا طلبة صغيرين كنت تستغلوا أنت في الجمعة في المبادر دي؟ وأنا في المدرسة كنا اتحاد طلبة في المدرس مصر وبدأنا نعرف الطلبة في المحافظات وبدأنا على العلاقة موجودة وحاليا نحن عندنا من الـ ambassadors 732 في جميع محافظات الجمهورية فالنهار ده الماركتينج اللي بيبقى عقبة بالضبط 732 ambassadors سفير لـ OPM داخل المحافظات داخل المدرس والتعاون مع العديد من جهات سواء الموجودة الجهات الحكومية أو الجهات الأخرى قدرنا أن نحن نحقق السنة اللي فاتت بس ربع مليون طالب مستفيد من شغل بتاع الشركة بشكل عام مؤقراً الـ OPM دخل لها investment من نهضة مصر لريادة الأعمال وهي شركة بالمناسبة شركة مصرية والـ investment ده علشان نقوم به أكتر الموبايل application علشان نوصل به للطلبة بشكل أكبر ونقدر نقدم السيرفيس بطريقة سريعة للطلاب يعني يمكن مسألة التمويل على وجه التحديد للشركات النشئة نحن نكلم أنها زيادة بنسبة 156% تقريباً عن عام 2020 مسألة التمويل وشروط التمويل